طيب، راح نرجع لها ببعض ليش نقول؟ لازم نفصل بين أحكام المادة 57 بين أحكام المشاهدة المشاهدة اللي هي لم تنظم بقانون طيب وهي مرجعها 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 لمرضة 57 منذ أن خلقت المشاهدة هي لم تنظم بقانون خاص نحن طالبنا طبعاً ليش نقول من تطالبون بتعديلات؟ لا مهير مادة تقول رعاية الأب إلى حق الرعاية للأب وللأب نظر في شؤون بس ما ننظم أحكام المشاهدة أريد أن نستبقى نحن هنا للمشكلة أنه للأب النظر في شؤون الولد وتربيته وتعليمه حتى بلغ العاشرة يعني سن العشر سنوات اللي هو سن الحظانة تمام سن الحظانة وبعدين تؤذن بالتمزيد فأحنا هنا هاي الفقرة جتي مطلقة بس ما نظمة أحكام يعني مثلاً نحن نريد توسير أكثر بهذه المادة شلون الأب راح يرعي؟ شون؟ يعني الأب يحتاج أنه دعنا نكون شوية نجانب لأنه نحن نقول عندنا أباء وعندنا أزواجه وعندنا نحترم طبعاً وجودهم شلون أحافظ على هذا الموضوع؟ شلون أطبقه بصورة عملية؟ المشاهدة المشاهدة احنا عندنا للأسف لا أماكنها صالحة أنه يرعى الأب ابنه ويتابع لأن احنا عندنا لازم يرسخ ليس مسألة أنه بس يشوفه أو يتطمن عليه عندنا مبادئ لازم ترسخ لازم الطرفين موجودين لأب والأم ربما الأب أفكارها تختلف عن أفكار الأم فواجب على الأب أنه يرسخ أفكار أو قيم أو مبادئ بهذا الطفل الأماكن المخصصة لمثل هذا الموضوع تكاد يكون مستحيل الآن سنجعل الأماكن لأن هذه بحذاتها موضوع كامل يكاد يكون معدوم يعني برأيي هذا يكاد يكون معدوم يعني حضرتك تقريين بأن أحكام المادة 57 وليس كل المادة أحكام المادة لا لا عندي جزئية من المادة لا لا أنا لا أريد أمس بأصل الحق أصل الحق محكوب لا لا أنا أريد أستفهم الحضرتك هسا قبل قليل قلتي بأنه المادة 57 أعطت حق الحضانة للأم وبنفس الوقت هسا حضرتك قلتي بأنه وللأب النظر بخص بحقوق الآباء في موضوع المشاهدة في موضوع المشاهدة وقلت أنه ممكن أن نوسعها وننظمها ونرتبها بحيث نخل الآباء راضين يعني حضرتك مع تعديل أحكام المادة 57 فيما يخص المشاهدة فقط المشاهدة قلت دون المساس بأصل الحق اللي ينادون بشكل ولي ينادي بشكل خلت توسع الحضارة المشاهدة ما لدينا مشكلة بها بالعكس بالعكس هاي من الزينات لكن أن نسلب الأم نحن رح نخلق قطب آخر اللي هي المرأة اللي هي المرأة أنت تعرف يعني اليوم الأوطاني إذا تبنى تبنى بالأمهات إذن أنت اليوم تستلب ابن من أم طيب وترتميه بأحضان زوجة أب أو أحضان شفت الحالة الأخيرة ما للطفل المعنف مو عماته وما قدره عن أمن فبصر وانت يوم الامة هذه، هذه حالة فردية ولكن يحصل لالتعليق الزوجات الأب وانت خلت تلك والدها بالتلكي وانت يوم الامة هذه عباية وانت حالة نفسية وبأقرار أهل الزوج عزيزي ، هذه حالة نفسية لا تقاسة واللي عنفت ابنها ودخلتها مستشفى وليقوا بشارع والأب اللي حرق أولاد الأب عب كربلا هاي شنو لعرض منتقسل حالات الفردية الفكرة واضح يا عزيزي، عزيزي، نحن نحشة على العموميات الفكرة واضحة، أستاذ مصطفى القصير